يوما بعد آخر تزداد محنة السوريين النازحين في وطنهم بسبب قوانين نظام الأسد التي عملت ومنذ بداية الثورة السورية على تنفيذ مخططاته في إجراء تغيير ديمغرافي جدري يخدم مصالحه المستقبلية ناهيك عن عزمه على اجتثاث المعارضة له من جذورها منظمة هيومان رايس ووتش أكدت ما يقوم به النظام السوري وخاصة في المناطق التي استعادها من أيدي المعارضة وقالت إن النظام يمنع بصورة غير مشروعة عودة نازحين إلى ممتلكاتهم في مناطق كان يسيطر عليها مسلحو المعارضة عبر فرض قيود على دخولهم إليها أو تدمير البيوت فكثير من السوريين حاولوا العودة إلى منازلهم في منطقتين دارية والقابون ولم يتمكنوا أقاربهم من الوصول إلى ممتلكاتهم السكنية أو التجارية وهتان المنطقتان تقول هيومان رايس ووتش يشملهما قانون حقوق الملكية سيء السمعة الذي أقره النظام في شهر أيار الماضي ويسمح له باستملاك عقارات خاصة بذريعة إنشاء مشاريع تطوير عقارية المنظمة أضافت أنه عبر هدم المنازل وتقييد الوصول إلى الممتلكات يؤكد النظام السوري أنه على الرغم من الخطاب الرسمي الذي يدعو السوريين إلى العودة إلى ديارهم إلا أنه لا يريد عودة اللاجئين أو النازحين وأضافت أنه على المنحين الذين يفكرون بتمويل إعادة الإعمار لتسهيل العودة أن يلاحظوا ذلك وذهبت المنظمة أبعد من ذلك في توثيق ما يجري في المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة وقالت إنها حللت صورة الأقمار الصناعية لحي القابون الواصل بين دمشق وريفها التي أوضحت عمليات هدم واسعة النطاق بدأت في أواخر شهر أيار عام 2017 ولا تزال مستمرة حتى اليوم بالرغم من انتهاء القتال هناك ورأت المنظمة الدولية في تقريرها أن منع السكان النازحين من الوصول إلى منازلهم والعودة إليها من دون سبب أمني حقيقي أو تقديم بدائل للأشخاص المشردين يجعل هذه القيود تعسفية ترتقي إلى التهجير القسري